انت مع الهجوم اللي على محمد النيني؟ مش مع الهجوم على اي لعيب محترامي لأي حد محترامي انت بقعت في بيتك وكل حاجة وانا زعل لانا مس انت اللعيب مش عاوز يأثر حط نفسك مكانه هل انت لعيب بتبقى داخل المباراة وداخل البطولة عايز تأثر؟ لا انا عارف حجم الضغوط اللعيبة وفي حملة كبيرة جدا على محمد الصراح من منهجة يعني لانهم الاتنين دول تحديدا وصلوا مستوىات لأحد مفيش حد يقدروا يوصل لها تاني محترام يعني لأي أحد يعني اللي بتوفيه ربنا طبعا لكن وصلوا المستوى عالي جدا في يعني احنا ما كان حد بس بيحترف ويركب طريق ويسافر وكنا بقولوا عندنا محترف لما واحد يلعب في قرص لما واحد يكسر الدنيا واتنين مش أهلي وزي ما هي مشكلة وما لطلقوش منها والزمارك ما عندهمش صبرت إعلاني ما عندهمش مساندة إعلامية كمك بصراحة يعني أنا فاكر يعني في وقت من الأوقات أنا كنا بمبص مسلا فمسلا لو مصرا هتلاعي بالكاميرون أنا شفت صامو الأيت ومسلا فاستنمى أولي العرب في 2004 معرفش أنت كنت مقبود وارلها مع طردين لبين احنا كنا كلنا كصحفيين مبهورين مبهورين بيهم ان معادي من قدمنا صامو الأيت واللي يروح بس يعمل معاه اللقاء الصحب فيكو كان يبخد سبقه حاجة بيرة اللي يروح الصور معي بكي انه حصل حاجة ده اللي بيحصل مع مع الصامو قلته هنا بيحصل محمد صلاح في كل البيض بس هو دايما كل واحد مهام في بلده اولو حركة على حقيقة او مفيش تأدير ليه في بلده النهاردة يعني بتواصل مع حد من البعثة هناك البعثة المصرية في كودفوار قال لي احنا من ساعة ما صلاح مشي هو مشي مبارح قال لي بقى انا عاملين زي لات هذا كان فيه تجديد أمني كان فيه جمهور كل يوم موجود 24 ساعة قدام اللاقيل فبالتالي صلاح بيتحطي اسمه مع احسن الاب في العالم صلاح بيتحطي اسمه مع كريستاني وميسي انتم تخيلينه وصل لاني مرحلة ممكن كده وخلاص مع ان انا مقدر زع للناس بكني بقى اني يقولك بس انا مقدر زع للناس طبعا وانا حد من الناس نفسه انه يبقى يكسبنا وناخد البطولة وناخد كل البطولات وشارك فيها لكن انا بحط لنفسي مكانه انا مش جاي اقصر انا مش جاي اقلع منتخب بالدي وصل ثوابق الصلاح مع المنتخب مالوش سابق انه هرب من المنتخب مالوش سابق انه اتبعت له فاكسي مع ليفربول ومجاش او قال انه مصاب او قال انه مصاب ده لما كان لعب صغير مع بازل ما انا بقولك يعني بص لتاريخ اللعب مع المنتخب هل مثلا انت مارد قبل كده هل ثوابقه كتير يعني كل سنة كده له مرتين ثلاثة يمسك رجله ولا يقول انا تعبان او عيان انا عندي ماتشاط لفربول اهم من ماتشاط المنتخب فمش هنزل او يبقى فيه مش هم ما عنديش مزاج او نجم كبير او بتعالى ما عنديوش حاجة زي كده كل انه عمل بطولة مش كويسة طيب مهورياد محرز ما عمل بطولة مش كويسة في مع جزايا هل هو موجود هم زياش موجود مع المغرب بقيمته لا مش بقيمته مش بأداول فني الناس دي ما برضو في مرحلة كبيرة زي صلاح بيعاو فنده كبيرة مهم مع ولياد محرز كبيرا في مش هنزل سيتي واخد دور انجليزي مع مش هنزل سيتي هل هو في مستوى بتاعه لا كل واحد انا فاطلتي مش كويس دلوقتي زي ما كان صلاح فاطلته كان بكاس المنتخب وكان هدف المنتخب صلاح ارقامه مع المنتخب من احسن ارقامه يعني صلاح هدف المنتخب يعني مع الحاملة دي كلها نقول مسلا صلاح ما جابش جوال ما عملش مش عارف ايه تاريخه مع المنتخب زيرو الناس مشكلتها هنا في مصر عنده زكرة السمك بتنسك انا النهاردة عزيزي طول الوقت فوق طول الوقت لا مقدرين انا وصلت لسن كام دلوقتي فاكرين صلاح ابو 22 سنة او 23 سنة ما صلاح بيكبر في السن ما هو بيكبر في السن يعني فيكتور اسمين موجود طبعا هدف نيجيريا وخد احسن العفل في فريقيا وافضل العفل في فريقيا اه ما جابش شوالك جوال طيب انا مكلمك تاني حاجة صلاح مظلوم المنتخب في حتة فنية بقى ناس مش راقدة بقى الهامين صلاح بيلعب منتخب كوينج فيتوريا بيلعبوا لجوه لو انا قدر اشرح لك المنتخب بيلعب تلاتة مصطفى وصلاح الحتلين بس الجوه وعمر لجوه ليه حدوتهم لجوه السيد الوينجين عشان يطير البكين عشان هم عنده عمر محمد حمدي وعمر كمال اوهاني طالب منهم ان يهاجموا دم اثر على صلاح صلاح لجوه مخنوق في ليفاربولا بقى بيلعب على الخط بيلعب على الخط عشان ييجي بسرعته عشان ياخد واحد على واحد بسرعته هو بيلعبش بطريقة زي كد بيلعب في ليفاربولا حاجة فنية الناس مش ماخدى بلا ولا عمر حد شفته في الاعلام بيتكلمت حاجة زي كده صلاح مخنوق بيلعب لجوه جوه زحمة مش صلاح صلاح ما عندهش الحلوة الفردية اللي زي ميسي اللي وفوز 3 هيعدي دريبلينج يعدي 3 اربعة ما عندهش دي مش ما عندهش دي معانانوا اللعب كل واحد ربنا مديني ملكة وامكانيات مميزة انا كان ربنا مديني ان انا شوت كويس صح غير يمكن ربنا مديني انا ممكنش بلاعب دماغ كويس كان في غيري بلاعب دماغ كويس هي كده يعني مصطوى محمد هداف وقاوي واجريسيف ومصطوى فتح يامي الدور مصطوى محمد طيب العكس المصورة الحمد تحطه وين جي يقدر يعدي كل واحدة ربنا مدين ملكة اللعبة أو الهدف اللي سجله مصطفى محمد بقدراته الجثمانية والقتالية وطريقة لعبه لو جات لمحمد صلاح أو لزيزو أو لعمر مربوش كان ممكن ما يتحملش نفس القوة قوة دي والتحمل والضغط طبيعا بثنين مدفعين طبيعا أنا أغازه كل حد ربنا مدين ميزة وملكة بيشنز بها عن التاني فأنت محمد صلاح مخنوق بطريقة لعب المنتخب مخنوق بيلعب لجوه فدايما زحمة مش عارف يعمل ايه هو بيحاول يهرب ينزل لنص الملعب طب أنا نزلت 20 متر تحت عشرين الكورة فقدت قوة محمد صلاح وقدت انطلقاته وسرعاته لما بينزل بيعمل دور دفاعي أنا بكلمك في كده لكن صلاح في ليفربويل بيلعب فاتحين ليفربويل بيلعب بفيرويد واتنين وينجين فاتحين عالخط فلما مندور الكورة للوينج ده الفرقة التاني بتعمل ايه بترحل بترحل فسابل الجنب التاني ايه فاضي فاحنا مندور ليفربويل مندور ونلعب على مين على صلاح فبقى عنده مساحة الناس مش فهمة دي تاني حاجة احنا المنتخب مالوش هوية لو بيلعف ليفربويل ليفربويل معظم الفرقة بيلعبها مستحوز يعني الكورة معاه طول الوقت فطول الوقت معناه ان الصلاح مبيرجعش يدافع فبقيتش الحتة البدنية بتاعته فين في الدفاع فلما انت انسان ما تنزل تدافع ده جوز اي بدن بتعمله لما بتجيك الكورة تبقى ايه انهاكت بدنيا صح تعبان في خمسين في المية من الباور عندك اهلاك ضيحته فين زي البنزين زي العربية ضيحته نص الباور اللي عندك فين في الدفاع فلما بتجي تهاجب ما عندكش قوة بدنية زي ما تكون عندك فول تانك 100% دي حاجات فنية البعض قال ان هو كان يكمل مع المنتخب ويفضل في الاستواء والاستواء دي شد من الدرجة التانية فبالتالي مش محتاج ان هو يسافر الجلترة وقالك طبعا هو الاجهزة ومش فكرة كمان الاجهزة والاهتمام هناك في انجلترة هيبقى بيه اكتر بصوا جزء سلبي جزء سلبي وجزء سلبي وجزء سلبي وجزء ايجابي الجزء السلبي ان هو ما ينفعش يسيبه منتخب في التوقيت ده كأنه قائد الفرقة وزي ما انت قلت هو الروح الفرقة الناس حسوا دلوقتي بغياب نجم كبير كان مدي باور الفرقة حتى هو ما بلعبش باور اعلامي وصبرت كل حاجة محمد صلاح موجود في الفرقة غير ما هوش موجود طبعا وقائد الفرقة بفضهر الناس حتى لونا برا فانا في ضهركو وموجود وبشجع وبشجع من الخطوة وبشجع انا في الاوتيل وليه دور معناه ككابت الفرقة فده الجزء السلبي الصلاح اللي هو اخفق فيه او الموجود اضدار بيوجد نظر انا يضدار بصورة افضل من كده الجزء اللي جابي ان طبعا في الحتة ان هو الحتة الطبية في انجلترا اعلى بكتير جدا 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 من اي مكان تاني مش كود دفور حتى لو في مصر ما تقارنش حاجة هنا اجهزة او 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 علاج لو انا هنا هتعالج في اسبوعين ممكن ايك اخف في اسبوع الفترة هتقل عندي اجهزة الاستشفاء نيك كويسة الحتة الطبية كويسة التشخيص هيبقى افضل كل حاجة من الحتة الطبية هيبقى افضل فهو برضو بس ان انا ممكن اعثر مدة الاصابة او مدة العلاج بدل ما اقعد فترة كبيرة او فترة صغيرة لعله وعسى المنتخب يصعد وكمل معاهم ووصل معاهم المرحلة الاخرينية وارجع برضو نادية ما هو نادية ده جزء في المنظومة انا مش لاغي النادي طيب وجوده وجوده وانت طبعا رجل لعيبه نجم كبير وجوده افضل وهو مصاب مساندا للمنتخب اه بالنسبة لي اه ولا ان هو يروح فيتعالج اسرع واحتمالية انه هو يبقى موجود هو كده كده على فكرة لو وصلنا نصف النهائي انا بقول لك خبر هو هيبقى موجود سواء هيلعب او مش هيلعب تمام يعني هو اخد قرار بدأ انا بقولك معلومة ان محمد صراح باذن الله باذن الله لو وصلنا نصف النهائي سواء هيلعب او مش هيلعب محمد صراح هيبقى موجود مع انا بالنسبة لي انا بالنسبة لي كان يبقى موجود لانه في دور معنوي ودور خارج الخطوط هو هيبقى صبورت ومدي دعم لزميله زميله هياخده الباور والثقة منه هو في دور بره بره لنجيل الخضر بره مصير لاخدر كابتن الفرق بيقوم به اي كابتن الفرق في العالم يعني في عندها ومنتخبات وحد بقى بحجم صلاح وبقيمة صلاح هيفارج كتير جدا معانا فانا كنت شايف ان هو يتعالج زي ما هو موجود في البعصة ما يغادرش في اللوفي اخر انت